عزيز المشاهد مساء الخير و أهلاً وسهلاً بيك في حلقة جديدة من هذا البرنامج اتعودنا في برنامجنا أن نناقش بعض القضايا الشائكة اللي حواليها تساؤلات و اللي حواليها حوارات كتير وفي عدد كبير جداً من الناس بيهاجم الإيمان المسيحي بطرق مختلفة وبطرق متنوعة بيحاول أنه يفتش في الكتاب المقدس بيحاول أنه يشوف بعض النصوص ويوجد اختلافات ويقول أنه هناك تنقضات في الكتاب المقدس بينما الواقع يكون بخلاف هذا هنحاول في حلقتنا النهاردة أن نحن نلقي بعض الضوء على بعض هذه النصوص يسعدني أن أرحب ضيفي الكريم نيافة الأنبة مكسيموس أهلاً وسهلاً بجود نيافتك معاني أهلاً بيك جناب الأسيس وأهلاً بحوارك وأسئلتك الشيقة والممتازة كالمعتاد الحقيقة الموضوع سلسلة نسب المسيح هي مثار تساؤل بين عدد كبير جداً من الناس اللي بيهجموا الإيمان المسيحي والناس بتعمل مقارنة بين سلسلة النسب اللي وردت فيه إنجيل متى وسلسلة النسب اللي وردت فيه بشارة لوقة واحد من الشباب كتب على صفحته على الفيسبوك بيقول كده إن اختلاف سلسلة نسب المسيح ما بين بشارة متى وبشارة لوقة مش ببساطة الرد الشائع إن أحدهما من جهة القديس العذراء مريم والأخرى من جهة القديس يوسف النجار خطيب العذراء لأن بكل وضوح البشارتين تذكر اسم يوسف وليس مريم وكمان أي شخص قارئ فاهم إن اليهود ما بيعملوش للنساء سلسلة نسب لكن للرجال فقط وحتى إذا سلمنا لهذا الحل السحري عشان نخرج من الاختلافات زي الشعر بن العجين هنلاقي عندنا أكثر من إشكالية وهو في البوست بتاعه بيتعرض مثلا لإن متى بيقول من فلان لفلان دول بنلاقي 14 جيل بينما بنلاقي فيه واحد من هذه الأجيال إن العدد 13 مش 14 يترى إزاي نكون بنرد على مثل هذه التساؤلات هو بداية ناسيس الأحداث المكتوبة في الأناجيل كما قلنا مع بعضنا سابقا ليست وحيا يوحى ففكرة أن الإنجيل موحا به من الله فكرة غير مسيحية لأن المسيح نفسه هو وحده الوحي الذي نزل من السماء هو الكلمة الله الأزلي المتجسد والأناجيل هي شهادة التلاميذ عن هذا الوحي الذي هو المسيح فهذه نمرة واحدة نمرة اتنين أنه الأناجيل كتبت في فطرة معاصرة للاحداث بمعنى أن كل الناس اللي كانوا عايشين وقت كتابة الأناجيل اللي هي بالحتم طبعا قبل سنة سبعين ميلادية كلها كل الناس اللي عاصروا كتابة الأناجيل عاصروا المسيح وعاصروا العذراء مريم وبيحكي أن كان هناك الرسول بولوس بيحكي أكثر من خمسمائة أخ مؤمنين في وقت قيامة المسيح فإذن كان هناك عدد كبير من التلاميذ ومن المؤمنين اللي تابعوا وعاصروا وشافوا المسيح وشافوا العذراء وتحدثوا إليها وشافوا الأناجيل لما تكتبت وبكل بساطة الناس اللي عايشت الأحداث وكتابتها كانوا قادرين على أن ينبهوا هؤلاء التلاميذ اللي كاتبين أنتوا غلطانين أنتوا مش واخدين بالكوا أن سلسلة النسب هذه مختلفة عن تلك ولكن الحقيقة أنه السبب ليس هو كما ذكر صاحب البوست ولا أعرف وعمري ما أريت الإدعاء ده أنه هذا من جهة يوسف وهذا من جهة ماريه لابد أن الذي قفت هذه الفتوى حد مش دارس عشان يقع في الغلطة دي لكن اللي دارس هيصل للإجابة اللي كانت معروفة لهم وقتها وإلي هقولها دلوقتي نحن الآن نتحدث عن أحداث دارت في اليهودية تحت سلطان الشريعة اليهودية اللي بتقول إيه في سفر التسنية بتقول أنه إذا توفي أخ ولم يكن قد أنجب نسلا فإن أخيه يتزوج امرأته أرملة يعني يتزوج أرملة أخوه المتوفي ويقيم لأخي نسل يعني إيه يقيم لأخي نسل يعني الأخ الذي حل محل أخيه زوجا لأرملة أخيه لما ينجب منها ابنا ينسبه إلى الأخ المتوفي طبعا صاحب الفوست ما أراهش الكلام هو مش داريان بيه زي زي اللي أفتاله الفتوى بتاعة هذا نسب ماريوم وهذا نسب يوسف وهذه القصة ولكن تحتاج إلى إضافة أخرى أنه النهالي ويعقوب كانوا إخوات وليس أشقاء ما هي الشريعة قالت أخوه ما قالتش أخوه الشئيء والأخوه اللي من أمه قالت أخوه فهو الأخ اللي كان متوفر كان أخا غير شقيق لأخوه من أمه فهو الذي حل محل الأخ المتوفي في إنجاب أبو يوسف اللي هو بقى فرقنا من في إنجاب يوسف نفسه اللي هو فرقنا من الهالي ويعقوب طيب إيه سبب الاختلاف سبب الاختلاف أن سلسلة النسب هذه ليست وحي نيوح ولكن متى ذهب إلى سلسلة النسب اللي موجودة في الدفاتر وإللي تحرى عنها التي قادته إلى سلسلة نسب الأخ الذي أنجاب فعليا يوسف بينما الآخر ذهب إلى سلسلة النسب التي طبع عليها الشريعة أن أخ الأخ المتوفي يتذوج أرمالته ويقيم له النسب فطلعت طبعا السلسلة بتاعت الأخ ده والأخ ده مختلفين ولكن العبرة هنا بفكرة واحدة أنه ابن داود من بيت داود العزراء من بيت داود وأنه الأخ المتوفي الذي نسب إليه يوسف من بيت داود طبعا لأنهم عشيرة واحدة ما اتجوزت صاروا إخوات غير أشقاء وكذلك وكذلك أهالي من بيت داود فهي الفكرة نحسب أن يثبت أنه ابن داود كل هذه التفاصيل فهي تفاصيل تاريخ حقيقي إنساني طبيعي نتاج الفكرة اللي قلتها وبعيد تاني وأقول بقى يا جناب الأسيس أنه البعض يتصور أنه أكثر ذكاء من كل الأجيال التي مضت وأن للمعاصرين قدروا يقفشوا الغلطة اللي هو أفشها طبعا لأنه هو مش دارس مش عارف هو يتصور أنه جاب الغلطة بس المشكلة أنه مش دارس ولا كل أجيال المسيحيين على مدى العشرين قرن قدروا يقفشوا الغلطة لا هاي مسألة مش كده مسألة كما شرحت وأن هذا كان معروفا ومتسلسلا من جيل إلى جيل إيه سبب اختلاف سلسلة النسب التي بين هالي وبين يعقوب الأب الفعلي والأب الشرعي ليوسف رجل ماري حاجة تانية كمان احنا بنتكلم عن 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 العذراء وهو لا ابن ده ولا ابن ده ما الفكرة الفكرة ان عذراء مخطوبة ل لرجل من بيت داود هي الفكرة كما شرحت الآن بتذهب إلى أنه ابن داود وبيستخدم سلسلة النسب وعشان كده يكتب لوقة الانجيل يقول وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي وطبعا الشخص اللي عايز يشتكي تجاهل كلمة على ما كان يظنه لأنه هو عايز يطلع شيء يراه يعني خطأا وتضادا وتناقض طب ايه معنى كلمة على ما يظنه ما هي الفكرة على ما كان يظنه لأنه احدهما الاب الشرعي والاخر هو الاب الجسدي معي فكرة انه يقيم لاخيه نسلا انه احدهما هو الاب الشرعي طبقا للشريعة بس مخلفوش هو الاب الشرعي اي طبقا للشريعة والتاني الاب الجسدي اللي هو انجبه هي دي الفكرة بتاعت يقيم لاخيه نسلا في سفر التسنية دي الشريعة اليهودية طب بخصوص العدد الاجيال هل مات اخطأ في عد احد هذه الاجيال ما هو اخطأ او لم يخطأ هو نقل من سلسلة نسب قدامه ما احنا لا يعنينا هو العد طلع كثير قليل كامل ناقص كل هذا لا يعنينا لانه هذا ليس وحي هو باني الفكرة على اعتبار ان الكلام ده اوحي به اليه وازاي الوحي غلط هذا ليس وحي هذا نقل وتسجيل ولا يعنينا ان يكون عد السلسلة كاملة او عد ناقصة هذا ما ما توفر تحت يده وما نقله يعنينا فكرة واحدة انه ابن داود اي من نسل داود الملك ليه لان النبوات كلها حتى يتم التأكيد عليها كانت تقول ان المسي سيكون من نسل داود الملك في بوست تاني برضو بيسأل سؤال برضو سؤال مهم بيقول كيف يحسبنا الله على خطأ ابونا ادم هل هذا عدل هو المرة دي بقى صاحب البوست عنده حق انه اذا وجد من يقول ان الله يحاسبنا على خطية ادم ينبغي ان نقول له هل هذا عدل لانه المشكلة هي انه ينقل عن تعليم شائع ولم ينقل ان هذا التعليم الشائع تم نقد ومهاجمته من فلاسفة عصر التنوير بشكل يعني كبير جدا لانه من من وجهة نظري يعني وهأول من وجهة نظري مش رأي شخصي ولكن بناء على قراءة الانجيل فهذا التعليم فعلا بينسب الى الله ظلم انه ان الله يحاسبني على خطية ادم هذا ينسب الى الله ظلم ما ذنبي انا في خطية ادم وهذا التعليم حسب نص العهد الجديد الذي بين ايدينا جميعا لا تستطيع ان تجد له اساس وما الجي من انه التعليم ده جي من ترجمة اتعملت في القرن الرابع اللي اسمها الفولجاتا اللي صاحب الترجمة كتب الترجمة اللاتينية كتب النص اللي حنقوله دلوقتي من العهد الجديد بالذي جميعهم خاطئوا فيه وحتى فكرة بالذي جميعهم خاطئوا فيه ليس معنى العبارات بتاعة المترجم ان الله بيحاسب البشرية على خطية آدم ففكرة فكرة ان الله بيحاسب البشرية على خطية آدم فكرة مرفوضة ولا اساس لها في العهد الجديد لا من بعيد ولا من قريب ولا حتى الترجمة الفولغات اللي اللي تبنى عليها هذا الاستنتاج بتقول النتيجة التي توصلوا اليه مال النص اللي في ايدينا كلنا المترجمة عن اللغة اليونانية بيقول ايه وهكذا اللي هي الشاهد هو رمية خمسة نشر يقول وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس ليه بقى اذ اخطأ الجميع وليس اذ ان ادم اخطأ فالنص في رمية رسائة رمية صاح خمسة ما بيقول ش كذا ولا حتى الفولغاتا اللي حملوها هذا الفا برضو ما بتقول شي كذا لكن خلينا بقى في النص اللي بين ايدينا اللي هو ترجمة دقيقة للنص اليوناني وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس ليه بقى اذ اخطأ الجميع خليني ابرهم بقى على دقة الفهم لهذا النص الدقيق يقول ولم يوجد اخنوخ لان الله نقله لكي لا يرى الموت الشهد له انه ارض الله اذا اللي ارض الله وما وما جازدش عليه الخطية لم يرى الموت يبقى لم يكتاز عليه الموت اهو بشهادة العهد الجديد ايضا بس مش بس بالعهد الجديد في قصة اخنوخ قصة اخنوخ اه اه في سفر التكوين انه هو نقل اللي يرى الموت والشرح اللي قلته دلوقتي من العهد جديد فاذا عندنا عينة او اكثر من عينة من البشر الذي لم يرى الموت ولم يكتاز عليه الموت لانه ارض الله طابق بقى هذا ب رمية خمسة اتنشة زي ما قلنا وهكذا اجتاد الموت الى جميع الناس از اخطأ الجميع وليس از اخطأ ادم فاذا المرة دي بقى احنا هنقول لصاحب البوست ان رأيك في محله بس الفكرة اللي عندك هي اللي غير صحيحة وليست متسقة مع تعليم العهد الجديد وتعليم المسيحية الصحيحة اما برضو في نص بيقول بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس ما هو دخلت الخطيئة فعلا بانسان واحد لكن ما قالش انني مسؤول عن ذنبه وما حتمش ان انا بالضرورة زي ما قلنا الوقت فيه اخنوخ انه مزج اخنوخ يعني اخنوخ ده ابن ادم هو كما وقد دخلت الخطيئة بالانسان الواحد اللي هو ابو الجميع ادم الى العالم ومع هذا لم تجتاز الى واحد زي اخنوخ فاذا دخول الخطيئة الى العالم باب البشرية ده صحيح مية مية بالمية لكن من فين ابتدعت فكرة الربط بين دخول الخطيئة وبين تحمل ذنب ادم وهو ادخل الخطيئة لكن انا غير متحمل لذنبه ولا مضطر ان انا امشي في طريق الخطيئة اللي هو ادخله تاني بدليل بدليل قصة اخنوخ اللي ارض الله ونقله لكي لا يرى الموت ابو حتة اخطأ الجميع دي اخطأه ازاي اخطأ الجميع بتصف الحالة العامة للبشرية وليس بتصف الحالة الشرطية انه لازم ان الجميع اخطأه فاذا احنا لما جينا ندور على نماذج نقلت لكي لا ترى الموت من الكتاب المؤدس عندنا نموذجين وما نعرفش غيرهم وما نقدرش نقول ان هم كل النماذج اللي هم اخنوخ وايلية ولكن في الاخر نحن نبحث عن نماذج قليلة نقلت لكي لا ترى الموت لكن الصفة السائدة والعامة اللي صبغت المجموعة هي انه الاغلبية الساحقة الجميع هم الذين اثاروا وراء واستسهلوا واحبوا طريق الخطية اللي ادخله الجد الكبير ادم الى حياة ابناء واحفاد طب برضو بخصوص العقوبة يعني لو واحد عاش حياة ستين سنة واخطأ مات هل العقوبة خمسين سنة ولا عقوبة ابدية وهل لو عقوبة ابدية تبقى دي عدالة وبرضو فكرة العقوبة فكرة غير انجيلية فكرة العقوبة فكرة توراتية وليست انجيلية مع المصيبة التي الحقت بنا انه السق التناخ اليهودي الموروس اليهودي اللي بيضم التوراة والانبياء والكتب اليهودية بانجيل العهد الجديد في مجلد واحد سنة 1455 ميلادية في مطبعة جوتنبيرغ قبل 1455 كانش فيه حاجة اسمها الكتاب مؤدس وما كانش يلسق بنا الموروس اليهودي فالمصيبة التي حلت بنا هي انه ألسق بانجيلنا الموروس اليهودي وقالولنا دا دا الكتاب مؤدس اللي استلمنا من عصر الرسول لا كذب الرسول ما شافهوش الكتاب مؤدس دا ولا الاباء ولا العصور الاولى ولا الناس اللي عاشت قبل 1455 ميلادية قبل اختراع الطباعة كذب غير صحيح هذا منتج من القرن الخامس عشر في مطبعة يوحن جوتنبرج في ألمانيا الذي اخترع الطباعة ومن ثم فالآن بعد ما شربونا والصقوا بنا الموروس اليهودي صار اللي بيفسروا بيأسس على الموروس اليهودي فكرة العقوبة دي فكرة يهودية لأنها تتسق مع الشريعة والعقاب القانون والعقاب لكن النعمة بتاعة العهد الجديد معناها هي ايه نعمة العهد الجديد هي المسيح نفسه المسيح نفسه هو حياة الله التي اعطيت لنا وهذه هي الشهادة نص العهد الجديد وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه فإذا اتحدت بالمسيح إذا قبلت المسيح قبلت الحياة فتكون قد انتقلت من الموت إلى الحياة وإذا لم تقبل المسيح ولم تتحد بالمسيح لم تتحد بالحياة فمن فمن أين يأتي للإنسان الحياة وهو رفض أن يتحد بالحياة فسيبقى في الموت من له الابن له الحياة يحن ثلاثة ومن ليس له الابن لن يرى الحياة هتجيله منين الحياة تجيله منين فإذا منطق الإنجيل ومنطق العهد الجديد لا توجد به فكرة العقوبة ولا فكرة ذنب آدم ولكن توجد به حقيقة أن النعمة هي المسيح الذي هو حياة الله التي استعلنت في إنسانيته ومن ثم فمن يتحد به ينتقل من الموت إلى الحياة ومن يرفضه يظل في الموت الذي هو فيه اللي جاله منين جاله من الخطي هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأت جميع فكانت عنده الفرصة أن يتبرر ويتطهر ويغتسل وينجو من الموت بالحياة وهو لم يستغله ده العهد جديد ده إنجيل المسيح الذي بالحزن العميق تم إهالة تشويش كثير عليه من المفسرين اللي انتموا فكريا إلى التوراة اليهودية وإلى الأسفار اليهودية وإلى الفكر اليهودي لكي يلصقوه بإنجيل المسيح وعهده الجديد أسفار أسفار أنا أنا بشكرك أسيس وبستمتع في كل مرة بالحوار الشيء الجميل معك شكرا على تعبك ومحبتك شكرا شكرا